السلام عليكم معكم قناة وصفات انفدوى تحياتي للجميع اليوم ان شاء الله راح انتقسم معكم انسوب او حساء القرع الاحمر او الكابوية الحمراء الصحي مئة بالمئة ليديروا الرجيم او الحمية سوف اكيد يعجبكم من كثرة بنتها هاد لسوب كنت لقيت حضرها كل يوم حيث الكابوية ما يتشبهش صدقوني والمقادير سنعطيها لكم بالجرام باش هكتك اللي حبو يجربوها راح اجيهم سهلة ورح نقدموه مع جوبانغي او الخبز المحمص بالتومو الزحتر ولا ارواح تاني بالزفايل اللي راح انوري لكم كيفاش نحضروها حال السريع ان شاء الله تجربو الوصفة على اليوم وتبرتجوها بين ناسكم وحبابكم ونقلكم فرجاء طيبة للجميع انا نجيب لها كوكوت تاعي والتنجرة اللي راح نطيب فيها هنا ما نديرو لا دهون ولا ولا زيت ولا زبدة ولا اسمن كما قلت لكم هذا الحساء راهو صحي جدا من بعد راكم راح نشوفوا الاضافات الاخرى حضيت 400 جرام بصل مايو عادي الزج حبات يكون كبار 400 جرام القرع الاحمر او الكابوية الحمراء 400 جرام الباطاطا كيف كيف انقطع 4 او 5 فصوص التوم 5 فصوص التوم حبيت تعليفة 50 جرام حبيت تعجزر 100 جرام كما راكم ترون كامل المكونات اعطيتهم لكم بالقرام هنا اربطات على الكرافص كان عندي غير هذه قديم قليلا و كنت نستطيع ان اضافة ولكن انا اضافة لدينا تجربة دوازنت لدينا كمية قليلة على الملح حتى نتحكم في الملح يعني عندما اقومنا على سوب مالحة لا نستطيع التحكم فيها و عندما اضافة الملح كما قلنا في العام نارد الملح اضافة لائسود و ملحقة صغيرة مرس نغطي الخضرات وضعها فوق النار كما رأيكم تشاهدوها ووصلني الكرافص نمشي عشع وخطر وجديد وهايل ورحته رائعة نزيد النار ونجعل الخضرات التاعي تقريبا 35 حتى 40 دقيقة كما تشاهدوها حتى تتحرحر ولكن كما تشاهدوها نقصة من الماء نزيد لها الكمية على الماء اللي يكون ساخن تكونوا دارينو على جهه زيدوا مرقوخ خضرات تاعكم طيب كما قلت لكم ممليح حتى تقريبا تتحرحر وكمية المهنة تقريبا الزوج لترات ونصف وبعد ما طيب لكم لاسوا بتاعكم وطيب لكم عفوا الخضرات تاعكم تنحو هذا كل ربطة تاع الكرافص تنحوها مكون تاع الكرافص راهو بزيف ساحي ورح يبني لكم ونجيكم واحدة سوب من اروع ما يكون وما تشبعوهاش بعدها تجونا باشترحو الخضرات تاعكم واش تضيفو ضيفو اموخصو او قطعة من الجبن الابيض الى عندكم المثلاتات تديروا الزوج ولا ثلاثة وضيفو تقريبا اربعة ملاعق تاع زيت الزيتون هنا مدرنش كعلي دام في اللول او مدرنش كعلي زيت في اللول ولكن في الاخير نضيرو ربع ملاعق تاع زيت الزيتون ونضيرو قطعات تاع الفخماش بشجينة يعني الوجبة هادية او الحساء هذا كامل ومتكامل فيه كامل الفيتامينات والالياف ايتو نرحو العصوب بتاعنا قبل بغانيكسوغ كما راكم تشوفوه ونتحصلوا على هاد القوام الاكتر من رائع جيب الزف زف هيلة وبنينا لازم نرجعوها تغلي غير واحدة دقيقة فقط فوق النار إلا شفتوها تقيلة ولم تحبوش لاسوب تكون تقيلة بزيف تقدرو تضيفوها شوية تعلم ما مغلي وتخلوها تزيد تغلي نروحو للخبز المحمص تعنا هنا كان عندكم الخبز البيت وعندكم الخبز في الكنجرات من بعد حرفوه او قطعوه الى دوائر كما راكم تشوفوه من بعد حرفوه في السنوة ووجدوا هذا المزيج التحكم ديروا حبة تحتهم تكون كبيرة محكوكا او مسكرفتا ديروا معها شوية على الزحطر وشوية تاع زيت الزيتون خلطوهم مليح جيبوا البنسو التحكم ودهنوا هداك الخبز او دوائر الخبز كما راكم تشوفوه إذا دخلتوا صدفة للقناة وعجبكم المحتوى والوصفات معليكم وغيتشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد راكم تشوفو هنا بعد ما ندهنو الخبز التعنا بالتوم وزيت الزيتون والزحتر راح يجي ولا دخلوه يتحمس كما راكم تشوفو تحبو تحمسو غيم الفوق حمسو غيم الفوق تحبو تحمسوه من الجهتين ثاني تقدرو تحمسوه وترافقوه مع هذا الحساء تعلق القرع الأحمر او الكابوي الحمراء ولا اروح كما قتلكم راني غين نشكر فيه باش حكذاك نحمسكم وطرحوا تحضروا حتى انتم ماء وتجربوه وترجعوا لي بالخبر في كومنتر ان شاء الله تخلوا لي تعليق باش تشجعوني ونوصل معاكم في منصة اليوتيوب اذا كنتوا نسيتوا لايك من الول ديروه الآن وبرتجوا الكيفية بين احبابكم باش كامل يتجربوها مدام راه الموسم تعلق كابوي الحمراء ما بقالي الا نقول لكم نشكركم على حسن المتابعة نضرب لكم موعد في الايام القادمة ان شاء الله في وصفة جديدة مع السلامة